سجل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة الانتصار الثاني على التوالي عبر فوزه بلقب بطولة اسلوفاكيا للقدرة لمسافة 120 كم نعم جاء ذلك بعد 24 ساعة فقط من تحقيق اللقب الأول لمسافة 160 كم ليضيف السموه الإنجازي إلى سجلات المملكة في رياضة القدرة ويؤكد بأنه صانع للأمجاد والتاريخ لهذه الرياضة العريقة فرحة كبيرة عاشها الفريق الملكي للقدرة عنوانها الإنجاز الجديد الذي سجله سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بتتويج سموه بطلا لسباقي 120 و160 كم لبطولة سلوفاكيا الدولية للقدرة مسيرة حافلة لسمو الشيخ ناصر بن حمد في السباقات الأوروبية في الموسم الحالي حيث ضعف سموه الإنجازات للقدرة البحرينية بتحقيق اللقب الرابع على التوالي في أربع سباقات متواصلة بعد أن حقق سموه لقب وينسر للقدرة لمسافة 160 كم قبل أن يحصل على لقب بطولة منترسينو شهر مايو الماضي لواصل سموه كتابة التاريخ بلقبين جديدين متمثلين بسباقي 120 و160 كم لبطولة سلوفاكيا الدولية ودخل قائد الفريق الملكي للقدرة بطولة سلوفاكيا بذكريات الأبطال حيث استذكر تحقيق المركز الثالث في بطولة العالم عام 2016 في سلوفاكيا وتحديدا في نفس القرية التي حقق فيها اللقبين في اليومين الماضيين لوكد سموه جاهزيته لبطولة العالم المقبلة إضافة إلى جاهزية الفريق الملكي لهذه المشاركة المهمة التي يتطلع فيها الفريق لتحقيق أفضل النتائج